شكرا زميلة حنان القاسمي طبعا سأتحدث بالعربية احتراما وترحيبا بضيفي وسعيدة جدا بتقديمهما في تقديم خاص للأسبوع الثقافي الصيني الذي سينطلق من المفروض في الأيام القليلة القادمة سعيدة جدا في الحقيقة بحضور الأستاذ ساوي نسهاو مدير التلفزة القناة التلفزية الصينمائية الصينية مرحبا بكم بيننا طبعا من سيقوم بالترجمة هو الأستاذ سانلي أستاذ في الجامعة جامعة اللغات الأجنبية بيطالين مرحبا بك أيضا شكرا شكرا طبعا بلغه ترحابي به ومرحب به في تونس أولا وفي التلفزيون التونسي ثانيا شكرا لكم على الحضور نتحدث عن الأسبوع الثقافي الصيني ونتحدث في الحقيقة قبل هذا أريد أن أخوض في علاقة بين الشعبين ممتدة بين الشعبين الصيني والتونسي بين البلدين وهذه العلاقة الحقيقة قديمة وضاربة في التاريخ هذا هو هذا الوقت في الوقت في الوقت في الوقت في الوقت في الوقت نعم سنقدم بداية هذه تحييتنا ولكن التحية التي تأتينا من الشعب الصيني ومن البلد الصيني هي تحية باسم جاكي شان واحد من ألمع ومن أشهر السينمائيين طبعا شهرته عالمية تصل إلى هوليوود نقول بالعربية أن هذا من أشهر ومن ألمع النجوم التي تربينا عليها أجيال في العالم العربي وخاصة في تونس هذه تحية جاكي شان لشعب التونسي جاكي شان لشعب التونسي شكرا على هذه التحية الرقيقة تحية لواحد من ألمع النجوم الذي له شعبية في الحقيقة كبيرة هنا في تونس بدي انذي بدأ أستاذ سالاي بودي لو نرحب مرة أخرى بضيفنا ونبارك هذه الاتفاقية التي أبرمت منذ قليل بداخل أسوار التلفزة التونسية والتي بمقدارها سنعطي إشارة انتلاق الأسبوع الثقافي الصيني 那么他说刚才我们播放的是一个是中国最著名的电影明星之一 成龙的一些致辞 那么我们也非常欢迎他能够给我们做这样的一个致辞 也欢迎您所率领的代表团来到我们这个突尼斯的中国电影洲 那么他说刚才我们播放的是一个是中国最著名的电影明星之一 成龙的一些致辞 那么我们也非常欢迎他能够给我们做这样的一个致辞 也欢迎您所率领的这个代表团来到我们这个突尼斯的中国电影洲 特别感谢主持人今天有这个机会跟大家分享中国电影 或者中国电影代表团 这次在突尼斯国电影洲来举办中国电影展白尔的情况 我们感谢主持人非常感谢主持人 给我们的国家电影洲 在这些资金 我们在这些资金 我们在这些资金 和这些资金 和这些资金 的资金 在突尼斯 当然这些资金 和这些资金 这些资金 是最重要的资金 我们在这些资金 我们在这里的资金 在这些资金 我们在这些资金 和这些资金 这些资金 ونعود للحيوان 我妈是山里人 她说她和我爸 就是在一条偏远的游路上认识的 这么多年了 你妈就给我 写过这么一封信 少女刚好 我们刚才看过了这个 这个五部电影的剪辑 那么我们相信 图尼斯的这个观众 在不久的将来 就会看到我们的这些电影 那么请问一下 曹欣先生您 那这个五部电影 它有什么重要的意义 对于 这五部电影带来到图尼斯 五部电影这一次 能够到图尼斯 国家电视台来进行展播 具有非常重要的意义 因为今年是 中国和图尼斯 建交五十五周年 当然同时也是 中华人民共和国 成立七十周年 我觉得两国的传统 有一是深厚的 那么特别是在不久以前 在图尼斯举办了 阿拉伯国家联盟首脑理事会 中国的国家主席 特意发了致辞 要求我们两国的媒体之间 加上人文交流 那么我们 截此重要的时机 就是写五部电影 来跟我们的 和图尼斯 国家电视台的同行 一起来举办 中国电影 所以有很强的 现实意义 比较尼斯举 我们将来举办 这些 和图尼斯举办 这些 和图尼斯举办 互联盟首脑理事会 互联盟首脑理事会 国家电视台 不退 对 互联盟首脑理事会 和图尼斯举办 阿拉伯 ففي هذه الفرصة الأفلام الخامسة سوف لحل أحميلة الحمة لتعزيز التبادل الإنسانية طبعا هذا الأسبوع هو حدث موعد ثقافي هام ولكن ما بعد هذا الحدث هل ننتظر شركات لقاءات بين صناع السينما من الصين وصناع الأفلام في تونس هل يمكن أن يتواج هذا الأسبوع بلقاءات وشركات وأعمال مشتركة بين البلدين 那么本次的中国电影周除了播放这五部电影之外 那么在今后中国是否可以派一些设置组来到通行司 或者通行司也派一些设置组到中国进行两国的电影设置或者电视节目设置的一个合作 那当然因为本次电影周呢 那么本次的这个中国电影周除了播放这五部电影之外 那么在今后中国是否可以派一些设置组来到通行司 或者通行司也派一些设置组到中国进行两国的这个电影设置 或者电视节目设置的一个合作 那当然因为本次电影周呢 首先要说本次电影周啊 是从这个星期日啊 21号晚上7点钟就是开始播片花 然后呢 通行司国家电视一台二台 在下周一开始会联系播出这个五部影片 我想这个五部影片呢 既能让通行司的观众了解到中国 功夫文化的那个不大精深的那种文化内涵 同时呢也可以通过一些影片啊 了解当代中国的发展情况 特别是普通老百姓 年轻人对爱情对事业的那种那种情感 我觉得年轻人啊在很多方面啊 我们的情感是相通的 我相信通过这些影片的播放呢 我们是能产生共鸣的 得到很多站 información أيضا لجمهورنا العريض حتى يشاهد هذه الأفلام شكرا على أمل أن نرى هذا التعاون الثنائي بين البلدين يشمل كل المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية شكرا مرة أخرى لضيفي وشكرا لك شكرا لك أيضا طبعا بش نوصل اللقاء لحقيقة وفي هذا اللقاء اللي تعودت ونكون صدى للجهات بش يكون عنا ربط مباشر مرة أخرى مع زميتي